كان يا مكان كان فيه ولد شاطر جدا اسمه سليم وسليم مامته كانت تعبانة بقالها ثلاث ايام فقرر ان هو ينظف البيت لان البيت اصبح وحش جدا بدأ يلم الاول الهدوم اللي مش نضيفة اللي فقطه علشان يوديها تتغسل اخد الهدوم كلها وحطها في الغسالة شغل الغسالة وبعدين جاب كيس وبدأ يلم الحاجات اللي في الارض لم كل حاجة في الارض وحطها في الكيس وراح علشان يرميها في البسكت رماها في البسكت وبعدين اخد المقشة وراح علشان يكنس قطه كنس القوضة كويس جدا وبعدين جاب المساحة وبدأ يمسح القوضة مسح القوضة ونظفها كويس جدا يا سلام القوضة بقت نضيفة والله يا سليم خرج الصالة كان فيه غسيل كتير قوي على الكنبة بدأ يطبق كل الغسيل وبعدين اخد الغسيل علشان يحطه في الدوليب حط كل حاجة ما كانها وبعدين خرج الصالة علشان يلم الحاجات اللي في الارض جاب كيس وبدأ يلم كل الحاجات اللي موجودة في الارض ولما خلص حط الكيس في البسكت رجع تاني الصالة علشان يروقها خرج الصالة وبدأ يحط الجزا في مكانها والحاجات كلها في مكانها وبعدين جاب المقشها وقعد يكنس هنا ويكنسها وجاب المساحة وقعد يمسح هنا ويمسح هنا وخل الصالة زي الفل تسلم ايدك والله يا سليم دخل المطبخ وجاب كيس وقعد يلم الحاجات اللي في الارض كان فيه تفحتين هو أكلهم بالليل وسبهم على الترابيزة فقعد يقول ياه ياريتني كنت حطتهم على طول في البسكت بدلا ما هم طول الليل كانوا هنا ان شاء الله المرة الجاية مش هسيب التفاح كده أبدا وأول ما خلصه هرميه على طول في البسكت رمى كل حاجة في البسكت وبعدين قعد يروأ المطبخ نضف الارض ونضف الترابيزة وبعدين غسل الموعين وكان تعب جدا ولكن الغسيل كان خلص فأخذ الغسيل علشان يروح ينشره نشر كل الغسيل وبعدين أخذ الزبالة اللي هو جمعها النهاردة ونزل علشان يرميها في البسكت اللي في الشارع حط كل الزبالة في البسكت وبعدين دخل السوبر ماركت علشان يشتري طلبات البيت جاب طلبات البيت وحط كل حاجة ما كانها وبعدين افتكر الحمام الحمام كان مش نضيف خالص فدخل علشان يشوف إذا كان هيقدر ينظف الحمام ولا لا سليم كان تعبان جدا الحمام كان محتاج مجهود كبير قوي وسليم ما كانش قادر فقرر إنه هو مش هيعمل الحمام النهاردة لأن صحته أهم من أي حاجة وقال إن شاء الله بكرة أول لما أصحى هنضف الحمام واستغرب جدا إزاي مامته بتعمل كل ده كل يوم وقرر إنه هو هيساعد مامته كل يوم علشان المجهود ده كتير قوي قوي على مامته بعدين قال أنا عايز أعمل لماما عصير فخرج علشان يروح يعمل لمامته عصير ليمون كان تعبان جدا ولكن وقف وعمل العصير وجاب الخلاط وعصر الليمون وجهز العصير بشكل جميل وراح لمامته علشان يفرحها مامته لما شافته جايب لها عصير شكرته جدا وقالت له يا سليم أنت تعبت نفسك قوي قال له يا ماما أنا مش بس عملت العصير أنا كمان نضفت كل البيت ونضفت قطي ونضفت الصالة وغسلت المواعين كنسته ومسحته وغسلت الهدوم ونشرت الغسيل وجبت طلبات البيت ورميت الزبالة وانت بصراحة يا ماما بتتعبي قوي قوي وإن شاء الله هساعدك كل يوم لأن إحنا عيلة بنحب بعض وبنساعد بعض مامته قعدت تتعيله ربنا يحفظك يا سليم ويبارك فيك ويخليك لي وبعد يومين يا أصحابي مامته بقت كويسة ولما شافت البيت انبهرت وقالت له جزاك الله خيرا يا سليم وتوتا توتا خلصت الحدودة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحصن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك كان يا مكان كان في ولدين أخوات اسمهم علي وعمر النهاردة عيد الأطحى أول لما صحيوا من النوم علي قال لعمر كل سنة وانت طيب يا عمر يلا بينا نعمل اللي اتفقنا عليه مبارح وانت طيب وبخير يا علي يلا نروح لماما نعيد عليها وناخد العدية وفعلا علي وعمر خرجوا الصالة علشان يعيدوا على مامتهم ويقولوا لها كل سنة وهي طيبة وياخدوا العدية لما عمتهم شافتهم قالت لهم حبايب ماما كل سنة وانت طيبين صباح الخير يا حنور يا ماما كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت طيبة وبخير وسعادة وانتوا طيبين يا روح قلب ماما اتفضلوا العدية بتاعتكم أهاي وخلوا بلكوا على نفسكم عيزاك وتنبسطوا مامتهم قعدت تدعي لهم وهم نزلين ربنا يا ربي ينفع بيكم الإسلام والمسلمين تفتكروا يا أصحابي علي وعمر هيعملوا ايه بالعادية نزلوا السوبر ماركت اشتروا بلالين وراحوا علشان يوزعوها على الناس في المسجد لأن أحب الأعمال وإلى الله سرور تدخله على مسلم بعد صلاة العيد علي وعمر وزعوا كل البلالين على كل الناس وقالوا للناس كلها كل سنة وانت طيبين البلالين عملت أجواء حلوة قوي والناس كلها كانت مبسوطة وسعيدة يا عمر ايه رأيك ننظف المسجد طبعا يا علي يلا بينا علي وعمر وهم بينظفوا المسجد الشيخ كان بينظف معيهم وشكرهم وقال لهم تسلم إيديكم انتم حقيقي أصدقاء المسجد كل مرة بتيجوا بتنظفوا المسجد وبتخلوه حلوة قوي شكرا جدا يا علي وعمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم كان يا مكان كان فيه بنوتة جميلة شطورة وعسولة حلوة وأمورة وكان اسمها سدن وفي يوم من الأيام سدن كان عندها متحان كانت قلقانة وخايفة من اللي متحان برغم إنها ذكرت كويس قوي فخرجت لمامتها علشان تقول لها قد إيه هي خايفة وتفطفط معها أنا ذكرت كويس قوي بس بجد لسه خايفة ومش عارفة هعمل إيه بكرة حس أن كل حاجة ذكرتها نسياها بصي يا سدن أنا عارفة أن أنت عملت اللي عليك وطول السنة بجد كنت بتذكر ربنا مش هيضيع تعبك أبدا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاء وإنت ذكرتي وعملت اللي عليك وعايز أقول لك حاجة كمان حتى لو غلطتي بكرة في الامتحان كل الناس بتغلط وعادي إن إحنا نغلط المهم نحاول ما نكررش أغلطنا كلامك بيريحني أوي يا ماما شكرا إنك في حياتي أنا هدخل أنام وريح جسمي علشان بكرة أكون فيقة وأنا بحل في الامتحان مامتها قعدت تدعي لها ربنا يوفقها ويبارك فيها ويحفظها سدن دخلت علشان تنام ولما نامت قالت دعاء النوم باسمك اللهم أموت وأحيا ولما صحيت قالت دعاء الصحيان الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور لما صحت سدن من النوم جهزت شمتتها وجهزت حاجتها ونزلت على المدرسة قبلت صحبتها وسلمت عليهم ودخلوا الفصل على طول كلام مامت سدن كان مطمنها قوي ولما الامتحان بدأ كانت مطمنة ومرتاحة خلصوا الامتحان سدن وصحبتها قعدوا يرجعوا الامتحان مع بعض ولكن سدن اكتشفت إن عندها غلطة بس على طول افتكرت كلام مامتها مبارح وهي بتقول لها إنه عادي إن إحنا نغلط وكل الناس بتغلط المهم نحاول ما نكررش أغلطنا فارتاحت وهدت وكملت يومها عادي سلمت على أصحابها وكل واحدة فيهم روحت بيتها بس سدن جه في بالها فكرة جميلة قررت إن هي تعدي على محل ورد وتشتري لمامتها بوكي ورد جميل لما روحت البيت أول حاجة عملتها شكرت مامتها ودتها بوكيه الورد ده ليه يا؟ ده حلوة قوي تسلم إيدك يا سدن أنا عايزة أقولك أنت يا ماما شكرا شكرا إنك دايما بتطمنيني ودايما بتدعميني ودايما وقفة جنبي أي مشكلة في حياتي أنت بتساعديني فيها حبيبتي يا سدن أنت قلبي وروحي وعمري وحياتي ربنا يخليك لي ويحفظك وتوتا توتا خلصت الحدوتة كان يا مكان كان فيه ولد أمور شطور وعسول حلو وصغيور وكان اسمه الحسن والحسن كان بيحب ماما وبابا وبيسمع كلامهم وفي يوم من الأيام الحسن وهو واقف في الشارع شاف ولد بيجري وخايف جدا وشاف ولد بيجري وراه واضح إن هو عايز يأذيه فالحسن استغرب جدا هو ليه الولد ده عايز يأذي الولد ده فقرر إن هو ينادي على الولد المؤذي ده ويسأله هو في إيه فقاله لو سمحت ممكن أسألك سؤال فالولد قاله عايز تكلمني في إيه أنت بتوقفني ليه فالحسن قاله ممكن أعرف أنت بتجري ورا الولد ده ليه شكله خايف جدا فالولد قاله لإني بحس دايما إني قوي جدا لما الناس بتخاف مني فالحسن قاله بس أنت عارف إن القوة الحقيقية هي إنك تساعد الناس مش إنك تخوفهم القوي هو اللي بيساعد الناس والضعيف هو اللي بيأذي الناس وبيخوفهم فإيه رأيك نتفق إن انت ما تأذيش حد أبدا فالولد قاله بجد أنت فهمتني حاجات كتير قوي ما كنتش أعرفها ومن النهاردة إن شاء الله هحاول أساعد كل الناس ومش هأذي حد أبدا واتفقوا إن هما يتقابلوا تاني يوم وسلموا على بعض وكل واحد فيهم روح بيته الحسن دخل قطه كان تعبان جدا اتغطى ونام على السرير وقبل ما ينام قال دعاء النوم باسمك اللهم أموت وأحيا ونام ننة ولما صحة كان متحمس جدا إن هو يقابل الولد اللي تعرف عليه مبارح فنزل بسرعة علشان يشوفه وبعد ما سلموا على بعض الولد قال له أنا مبارح والنهاردة ساعدت ناس كتير جدا وما أزيتش حد أبدا وكمان اتعرفت على أصحاب جداد وعرفوا على أصحاب الجداد وقضوا وقت جميل جدا مع بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده وقال صلى الله عليه وسلم تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك كان يا مكان كان فيه ولد أمور شطور وعسول حلو وصغير وكان اسمه أحمد وأحمد كان بيحب ماما وبابا وبيسمع كلامهم وفي يوم من الأيام وزي كل يوم خرج أحمد لمامته علشان يطلب منها المصروف علشان نازل المدرسة فقال لها يا ماما لو سمحت ممكن أخذ المصروف بتاعي فقالت له طبعا يا أحمد اتفضل المصروف بتاعك أهو فقال لها شكرا يا ماما وسلم عليها ونزل على السوبر ماركت على طول علشان يشتري كيك ولكن أحمد اشترى كيكتين وحدة لي ووحدة اليسين صاحبه وأخدهم حطهم في كيس ولما راح المدرسة أول حاجة عملها أول ما شاف يسين قال له يسين أنا جبتلك معايا مفاجأة وطلع الكيكة وداها اليسين يسين فرح جدا بالكيكة وقال له شكرا يا أحمد أنا مش عارف أقولك إيه وهم وقفين دخل عليهم آدم صاحبهم وكان معايا كيك هو كمان وقعدوا التلاتة يكلوا الكيك مع بعض وبعدين أحمد وآدم دخلوا الفصل فآدم قال لأحمد أنا عايز أسألك سؤال أنا ملاحظ أن أنت كل يوم بتجيب حاجة حلوة اليسين ممكن أعرف السبب فأحمد قال له طبعا لأن يسين مش بياخد مصروف وبحس أنه بيكون زعلين والله سبحانه وتعالى قال لنا في سورة آلة عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يعني ربنا هيرزقنا خير كتير أوي أوي لو إحنا أنفقنا وتصدقنا بالحاجات اللي إحنا بنحبها وأنا بحب الكيك وكمان الله سبحانه وتعالى قال لنا في سورة الحش يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص يعني حتى لو المصروف بتاع قليل بحاول دايما أجيب حاجات اليسين علشان تفرحه وبفرح جدا لما بشوف نظرة السعادة فأحمد قال له دي فكرة حلوة جدا وأنا كمان هعمل زيك وهم وقفين بيتكلموا دخل يسين معاهم وأعدوا الثلاثة مع بعض في الفصل وكان يوم جميل وأضوا وقت جميل مع بعض وكمان كان عندهم امتحان والثلاثة حلوا كويس جدا في الامتحان وجابوا درجات كويسة وتوتا توتا خلصت الحد قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يلا نرسم حرف الألف هنرسم خط مستقيم ونحط فوقه الهمزة بعدين يا حلوين لو عايزين تلونوه تقدروا تلونوه بأي لون أنا لونت باللون الأخضر أه أسد أه أسد أسد يلا بينا نتعلم نوصل الصور بالكلمات أول صورة عندنا هي صورة الأرنب يترى كلمة أرنب فين برافو عليكم يلا نوصل الصورة بالكلمة تاني صورة عندنا هي صورة الأناناس يترى كلمة أرنب فين برافو عليكم يلا نوصل الصورة بالكلمة تالت صورة عندنا هي صورة الأسد يترى كلمة أسد فين برافو عليكم يلا نوصلهم ببعض برافو عليكم يا حلوين يبقى كده احنا وصلنا كلمة أناناس وكلمة أسد وكلمة أرنب بالصور بتاعتهم أرنب أناناس أسد أرز قفاش خيط خيط عامل قبعة عمي سمكة كرة لعبة عصير شمس نظارة نظارة عدسة 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 لاعب 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 مصباح 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 أسد 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 يمشي 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 عربة أطفاء عربة أطفاء ولد 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 بنت 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 زهور 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 جوارب جوارب قطة قطة جدة ظرف حمامة عصفور زجاجة ماء بطريق جبال بطة شجرة شجرة قفز صخرة نافذة